في السوق أو على استقرار الأسعار أهم حاجة يعملها البنك المركزي هو أنه يتحكم في التضخم يعني يحاول ما يخليش الأسعار تطلع برشة كيف يش عن طريق تحديد نسبة فائدة للبنوك جنيرال مون تخدم بها كيف البنك المركزي قرر يناقص نسبة الفائدة القروض تولي أرخص الشركات تابع تستثمر أكثر وناس تولي تستهلك أكثر وهذا يحرك الاقتصاد ويخلق مواطن شغلة جديدة أما إذا بنك نشوف اللي تضخم بداية لعبرشة يزيد نسبة الفائدة بشي خلي القروض غالية وناس تولي تقلل من الاقتراض شركات تهبط في الاستثمارات المتاحة وهكي كي يحد من ارتفاع الأسعار نعطيهم مثيل بسيط واقتصارت لأزمة العالمية في 2008 البنوك بدت تفلس والاقتصاد العالمي كان على حافة الانهيار برشة بنوك عالمية مركزية وقتها دخلت وضخت برشة فلوس في السوق عن طريق ما يسمى بشي سيعد البنوك يخي العبيد والشركات ينجموا يقترضوا الفلوس أكثر زاد نقص برشة في نسبة الفائدة حتى تقريبا وصلت للسفر هذه إجراءات سيعدت في تجنب أزمة أكبر وزادت من سيولة في السوق لكن البنك المركزي ما يقدرش يصلح كل شي وحده صحيح عنده قدرة كبيرة في التحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي لكن المشيكل الكبيرة كما ضعف الانتاجية ولا البطالة طويلة الأمد يلزمها إصلاحات هيكلية أكبر اللي هي فيد الحكومة البنك المركزي يقدر يعاون لكن مش هو الحل الوحيد لكل المشيكل شنو اللي يهم المواطن اليوم العادي من هذي الكل قارات البنك المركزي عندها تأثير مباشر على حياتنا مثلا إذا كان قرر البنك يزيد في نسبة الفائدة قروض المنزل ولا الكرهب بيش توليه أغلى وتضطر تدفع أكثر زادة إذا نجح في السيطرة على تضخم لسعار متاع السلاعة اللي نشيروها كل يوم وتوليه مستقرة وما تغليش دوك البنك المركزي يزيد عنده تأثير على التشغيل كي يحفز النمو الاقتصادي شركات توليه تخدم أكثر وتشغل أكثر والبترة تنقص دوك في النهاية البنك المركزي هو الحارس الخافير للاقتصاد يخدم بيش يحافظ على استقرار الأسعار ويحاول يخلق تويزن بين النمو وتجنب التضخم القرارات تمتيع ورغم لأنها تبدأ بعيدة علينا عندها تأثير كبير على حياتنا اليومية من الفواتير اللي نخلصوها للقروضات اللي نخدوه وحتى للخدمة اللي نرقاوها نقشنا برشة في دور البنك المركزي وزياد أيوب في أكثر من مرة كان حاضر معنا في استوديو هذا بيدو بش نحكيه في الموضوع دور البنك المركزي من خلال الأدوات اللي عند البنك المركزي واللي هو نسبة الفايدة المديرية ولا الرئيسية ولا المرجعية على حسب تسميات في كل بلاد اللي من خلالها البنك المركزي يحاول أولا والهدف متاعه سيطرة على التضخم ولكن زادة عنده أدوار كما كانت تقول زينب على مستوى تحفيز النمو بالنسبة بالنسبة الوضعنا احنا في تونس زياد البنك المركزي تغير القانون الأساسي متاعه من 2016 صحيح ونحنالوا الأدوات مع تجردناها من الأدوات يتمكنوا بش ينفع الاقتصاد مثلا نحنالوا الهدف متاع المحافظة على التضخم متاعنا نحنالوا زادة المساهمة متاعه في نسبة النمو معتها في الكراسون سيكوناميك وزادة يزمنا نزيدوه حاجة أخرى اللي هي التقليل من كل فات التمويل الخزينة العامة خطر هو إلي ريسبونسابل بشلقة دي رسورس معتها فنانسيار للدولة بأقل تكلفة ولا دونك توى شنو اللي صار خلينا البنك سنترال انسول غول اللي هو الانفلاسيون واش تعمل بانك سنترال عندها انسول اللي هو طلعها بتاكهو وهذي سياسة خاطئة معت هذي اتجاه خاطئ اه معتها من نجموش معتها نواجهو التضخم بتاكهو سوكتو اللي تضخم ما هواش دوريجين منتاخ ماش دوريجين منتاخ تضخم اللي عانا في تونس ولا دونك كيفاش نخليو البنك سنترال نعطيوها دي لفيه معتها انها تستعملهم باش تنقص ما التضخم وانلو تخيطوه على سوك كيفاش اذا من اول حاجة نبدل قانون البنك المركزي اذا من نزيدولو في الهدف متاعو المساهمة او معناتها الكواردناسيون مع الحكومة في معناتها باش تسهل النمو الاقتصادي كيفاش كنزيدو الهدف في هذي فما بلزير معناتها لفيه اكتيفاب تنجم مثلا الكريدي سور فانس بيسيو تزيد تستعملهم اكثر تعملين دو فينانسمان مثلا الاندوستري ادي توري دوي هذي اول حاجة نجم تا نرجع مثلا حاجة كانت موجودة قبل في التسعينات في تونس اللي غاشو دا اكتيفيته بخيوغيته هذو ما معناتها البنك سنترال تفرض على البنوك انها تستثمر جزء من الفلوس متاحها في بعض القطاعات مثلا تجم تفرض عليها باش تستثمر مثلا في القطاع اللوحات الشمسية ولا الصناعات الميكانيكية ولا اذا كان البنوك لا تمشيش في الاتجاه هذي تولي تتلز باش تحط ان غزار او بخيوغيته البنك سنترال كي نيباري مونيري معناتها باش تخسر الفلوس هذو ميوان بلوكي البنك سنترال باش تخسر لهم الفلوس دا اذا تولي البنوك تولي هي بيدها تلوج باش تمول بعض القطاعات الحيوية وستراتيجية في الميكروي عايش كزيد اي معتها تولي هي البنك سنترال تلوج باش تمول القطاعات هذية هي تلوج معتها هي تقول لها ميجي وخليني نمولكم فهمتها هذي كان موجود قبل في التسلينات فما حاجة اخرى عالش من نرجعوش نعملو دي بانك دي بلوك مون هذي حاجة نحيناها عالش نحيناها معتها حاجة نجحت معتها ساهمت في تطول الاقتصاد متاع البلاد نرجعو من القطاعات اللي استفادت منها هو القطاع السياحي اللي باش نحكي وليهم بعد وبالمناسبة نستقبله سي جلال دين الهنشيري اللي التحق بينا في الستوديو سهلا بك سي جلال وشكرا على قبول الدعوة شكرا مرحبا كل المستمعي موضوع البنوك اللي هو ساهم في بناء قطاعات منها الصناعة تخلينا عليها باش مشينا في الموديل دون بانك اونيفرسل هذا منذ بداية سنوات الالفين خاصة في تولز ومعتها ومعتها لفهم لا لا معتها لكريدي سوف بسي بسي ومش مفاعلين بسيفة كافية ومعتها نحينا الهدف معتها من المساهم في التطول الاقتصادي معتها من البنك المركزي ولا معاش معني معاش من الهداف حاجة اخرى زادة يجبنا ندخلوا البرمية الاهداف متاعه انه يحافظ على التوتشانج على سعر الصرف متاع الدينار علش خاطر جزء كبير من الانفلاسيون اللي جاتنا هي من نوزول الدينار امال في الميكرو يعيش تكلم هو بشي حافظ على سعر الصرف اي 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 لازمك انت انت اي ايكونامي اللي قادة تغتفنو مو ما انتا الدينار جتما زياد حبيتنا جو طو دابور اقار الانفلاسيان اقار ججي مانتا تحكم في التوت دانترى في التوت دانترى في تي اميم بشت مانتا برججولي لفنومن الانفلاسيونيس ثم حاجة اخرى زيادة البنك المركز زيادة سي لقصي يكون ايكونامي هو المستشار الاقتصاد الحكومة التونسية من مهم ايضا الحفاظ على التوزنة المالية للبلاد اللي هي حهمة جدا دونك انتي معنى تها هدوما لدينا فانسيستي عليها ميجو سيبوز ك هترسام اما هذي الدور وما قامش بهذا الدور معنى تها كما يلزم فيحكي كمستشار اقتصادي خاطر دفوع لازموا ياخذ مواقف صحيحة مع الحكومة خاطر احنا شنو عنا عنا بنت مركزي ولا اوغيونتي تاميم وعنا وزارة مالية اوغيونتي هتو ديفيسي ميت لاش ويالورك دفوع تلاح في ديفيسي بيشتام حركة اقتصادية ويشتام صحيحة دونك وليو سما دوزم 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 اوغيونيش مانيش مانيش حتا لتاو مخدينيش سيست اقتصادية بيشناخ خلقو ستاروة حتر بخلق ستاروة 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 دونا سرمت اويت دوزم دوزم مالما فروز دوزم مانت ميسي لازم اتتترح مانيش مانت اتتترح بيشنة موكي فيكوا ويشناخ وشكون قادي تحكم في المصار تالقتصاد الوطني المجال مفتوح سينبيل وسي جلال إذا كنت حبو تدخل ويشت نخلي فرصة الزياد بشي جيوب عليك اوه هذا صحيحة لقد خلق لغو معناتها عليك نحن بتاني رائع لليخيز في الإكون ويشت لغو تنس المخلوق ليسفنان ويشت لنظر 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 يعني والمفرق عادية يجب أن نكسرها نرجع مرة أخرى نقول يجب أن نبدل قانون البنك المركزي باش نوالي ومعاتش مجبورين معاش معتها السيولة اللي في في السوق الكل في عظم تتمشي لتمول بجهد الإتاء تولي تمشي للاقتصاد يلزمها تمول الشركات الاقتصاد معتها معتها الشركات واللي تخلق معت تتمول الشركات اللي تخلق القيمة المضافة هكي كان نوالي ومعنتها عنا وبالنسبة للتوتشانج نسبة للتوتشانج الرحو فما مان انصيوش الرحو التوتشانج إلي قتاء سورة ديمراري سورة دمارشي معناتها فما انكبوزانت بسيكولوجيك ديالزم لابنك صنترال يجب ان يترك الارجولة كما في البورسة في الاسهم مثلا في الاسهم فما انها سوناقل كونترات ديالي مانتها الاسهم يدخل على السوق فما مانتها منتا معين يخصص باش يشد ليش الكورو سبيكلاتيف باش معدش كل يفيد بانيك اللي في بيه بسيكولوجيك معناتها معدش يخدمو معدش يطايحو الارجل سامحني البانك سنترال با غيقولي به دا كوردو اما كيف الدينار ما يعبرش على نسبة نمو محترمة على اقتصاد في ديناميكية متاع خلق متاع تصدير معناتها فهمت هذي التواصلاء و قاعدة تقولك اذا ما يزمشيكون في مقاطعة ما بين قيمة الدينار والقيمة بتاع الاقتصاد انتقrobوني محلت على اقتصاد الودت طلب وهي全تطلق لديناقم دو 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 داشات دو 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 بي آنة كي نمشي البنك منديال نشوف الغاسيو متاع ذا الانديج تطاريتك دو داشات نلقى الدولار يسوى. آآ تسعمائة فرنك. اقل ما الدينار معاتها اه الدينار اقل من القيمة متاعه والحقيقة معاته. على عكس اللي بارس عبيد يقولو واللي فكرة غارست عند العباد. ساعات حتى يقولو. ورائه ديار يزمون يتلعي يك пример معتها. ديلمان والات الحكاية مترسخة معاتها في ناخذ الترتيب هذي يزم الامريكان يحرقوا التونس. لا 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 مش هذي مش هذي اللي قلنا. لا لا لا. نفضلك لما حالة. عما كي تقول لي الدولار يلزموا يسوى تسعمية فرنك. لا هذي هذي هو يسوى اكثر من ثلاثة دينارات. اي. راو هذي هذي مش رايي انا. لا لا. هذي الغسول الكريت بالبنك. راواني شناجم فيك. دعب نعرف ايه بسيو غاي بسيو. لا انفت انفت احنا يلزمنا بشوي بشوي انطلاعوا الدنار. يعني نجموا نعملوا مثلا انوابيكتب سورينانمي والي مثلا لورو ما عاشتنا بدو دينار 900. دو دينار 200. دو دينار. اي. انا. ايكيفاش. اما هذي هذي ميناجم يجي كان بالنمو. بالنسور. لأنها يجب صحيحة. معنا هي لذي تفهمة نمو اقتصادية باش انتي تنجم. اه تيبوست لدينار متاعك. العملة للمحلية متاعك. معتا مش مينجم يجي كان بالنمو. النمو بشي ساهم ويساعد برشا والنمو مهم يسر لكن دجا احنا حتى بالنمو اللي عنا هذا احنا في وضع غالط يزمنا نصحوه كيفاش تقول انتي احنا كنشوفوا الهتوريك متاعتوه تشانج متاعنا احنا في الفين وثلتاش الفين وابعتاش تقريب صارت مراسلة مع صندوق النقد الدولي اللي طلبوا منا باش او فليكسيبليز نتخل سيستام دو شانج باش الدينار يتيح على خطره طالع اللي صار قبل واحنا قولنا لهم الله يبارك وانوا لفاق وصار وان دميل سيزز زدنا نحينا الهدف متاع المنتين دوتو تشانج ياخي من وقتها الدينار طاح دنك هذي الى كمبوزانت فورمان فنانسيار الى تخيز امبورتان تره ما زال عنا بارش نحكيه في الموضوع وما زال مش نحكيه على موضوع الابقاء على نسبة الفايدة الرئيسية والمديرية في مستوى ثمانية في المياه منطرف مجلس دارة البنك المركزي رجعين نواصلوا معكم في الكلب ايكو